النهاردة عملت شاورمة من غير ولا لحمة ولا فراخ طريقة اقتصادية جدا وطعمها حلوة قوي وبجد كل اللي هيكلها مش هيعرف خالص ان هي مش فراخ ولا لحمة جميلة قوي وطعمها حلو ووفرنا وطريقة اقتصادية ونفس الجهزة بالزبط وحاجة مضمونة وجميلة قوي والولاد كلهم هيحبوها ومش هيعرفوها كمان اول حاجة هنيجي بقى هنا بصوا الجمال بقى رشا من البقدونس كده حاجة طحفة اول حاجة هنجيب معانا بتنجاناية وعندنا كماطميتين وقرنينفلفل واحد عادي وواحد سبايزي طبعا بتجيب البتنجان بتكسليه كويس قوي وعلي كده بتنشفيه وبنبتدي نقشاره عادي جدا عايز اقول لك طريقة اقتصادية قوي وجميلة وبتعمل معاك بتنجاناية واحدة بتعمل معاك كمية حلوة يعني تنفع في الفطار او العشا او الجدى جميلة قوي بصراحة وسهلة وبسيطة وسانيا الطريقة دي مش هتكلل بتنجان يشرب معاك زيت خالص افضل من اللي احنا منقليه بمليون مرة وسح كمان اكتر من اللي احنا منقليه بزيت كتير هنقطع بقى البتنجان بتاعنا كده عايزين نقطعه بقى ايه شرايح اللي هي ايه يعني كأنها ترنشاط كده من الشاورمة بالزبط مش عايزينه تبقى دوائر واضحة لا عشان لما يتبل معايا ما يبقاش واضح انه هو بتنجان بعد كده هجيب بقى الفلفل وابتدي اقطعه برضو كده شرايح طويلة كده عشان تبقى واضحة برضو معايا زي الشاورمة بالزبط انا هنا حطيت واحد بارد وواحد حامي لو انت عايزة الاتنين بارد حلو جدا انا عايزاهم لكله زبايزي براحت خالص ده بقى هنا ده الحامي شوية رحت جايباه وبرضو بتديت ان انا اقطعه زي التاني طريقة سهلة خالص وما فياش اي حاجة عايز اقولك في كمس دقايق هتعملي احلى وازهل شاورمة للولاد طريقة اقتصادية جدا واسمنا عملنا لهم اللي نفسهم فيه والاولاد اصلا بتفرح جدا بقى بالكايزر والكاتشاب والحاجات دي كله بعد كده حطينا هنا اقطعت بقى البصلة وهبتدي برضو اقطعها شرايح كده شايفين كأنك اتعاملي خالص مع البيتنجان ان هو بجد شاورمة ان هو كأنه شاورمة بالزبط هيتديك طعمة حلوة قوي ومش هيبان خالص بعد كده هنقطع بقى الطماطم بتاعتنا برضو غسلناها وبنيجي بقى نبتدي نقطعها كده ايه شرايح وطبعا لو في بزر كده او قلب كده طاري يطلعيه عشان يفضل عشان ما يسيلش معاك ايه الشاورمة بتاعتك بعد ما خلصت كله بقى كده هبتدي بقى اخد البتنجان كله في طبق لوحده زي ما انتو شايفين بعد كده هنروح بقى على طوصة هنحط فيها حوالي معلقتين كبار من الزيت وهنزل فيهم البتنجان يدوب كده يتشوح معايا انا مش عايزة قليه واخليه بقى متحمر جامد وشارب زيت جامد لا انا عايزة يدوب يتشوح كده معايا ياخد لون بصو اول ما يبتدي ياخد لون دهب كده من ناحية هقلبه الناحية التانية برضو عشان يكمل ايه ان هو ياخد برضو لون يدوبك بنتبل البتنجان كده بس يدبل بس كده معايا بدل ما هو ناشف هنقلبه الناحية التانية شايفين وبعدها بشوية هنبتدي بقى انطلعه خلاص كده اخد لون من ناحيتين كده لونه اصفر فاتح حلوة اوي هبتدي برضو اكمل بقيت الكمية وطلع برضو زي ما انتو شايفين اول ما بتاخد معايا لون دهبي بقلبها الناحية التانية ما استناش عليها انها تتحمر وتتقلي جامد وتتحرق عايز اقول لكم احنا علينا شوية البتنجان دول ما فيش يعني ربع كباية من الزيت او نص كباية تقريبا يعني احسن من اللي احنا بنقليه في زيت كتير وسحي اكتر من التانية بكتير بعد كده هطلع البتنجان كله بقى خلاص كده خلصته هنزل بقى بالخضر بتاعي طماطم والبصل والفلفل هحط بقى بتجي حط بقى بهر بقى كده الخضر بتاعي هحط عليه بقى فصين كده من التوم وده اكتياري لو انت مش عايزايا بس طبعا بيفرق في الطعم جدا هنحط شوية من الكمون شوية من الفلفل شوية من بهارات اللحمة وبهارات فراخ وحطي بقى كده رشة من الملح وقلبي بقى كل الكلام ده عايز اقول لك البهارات اصلا نقلتها في حتة تانية خالص والكرمالة بتاعت البصلة بجد حقيقي مش هتعرفي طعمها خالص بجد شاورمة نباتية جميلة جدا واقتصادية قوي وشكلها بجد طحفة هتقلبي بقى البتنجان كده مع الخضار لحد ما يدبل خالص كده كله وكله كده التبل معي خلاص هتفع عليه بقى كده وكده خلاص بقى جاهز عندي هاجي بقى هنا عندي بقى شوية صلاة التحينة وعندنا العيش الكايزر بتاعنا هبتدي بقى اجيب كده التحينة ودهن كده من تحت كده معلقتين في الساندويتش من تحت كده تغيرين واحط معلقة كبيرة من الشاورمة بتاعتنا بقى الجبارة دي جميلة جدا ورحتها طحفة طحفة بجد ولو سلام بقى لو عندك رشة من البقدونس كده كمان جرناشي بها الساندويتش طب والله احلى من اللحمة والفراخ بجد طحفة جميلة جدا انا عن نفسي اعتمدتها عندي كده كوصفة اساسية في فطار او الغداء او عشاء بجد سهلة وبسيطة واقتصادية جدا ومش لازم كل يوم نجري ورا الاسعار الغالية والحاجات الغالية اللي هتحرمنا من الاكلها ليه يعني ما احنا ممكن نبدل الحاجات دي بحاجات تانية خالص واحنا بعيد عنها خالص جميلة خالص اهي شايفين شكل الساندويتش عايز اقولك وهو سخن كده بجد في منطقة الروعة وكمان حشيت الكمية دي وزاد معايا كمان يعني انت ممكن تضعف الكمية وتزاودي بتنجنتين كمان هتغدل بيت كله جميلة جدا واقتصادية وشكله روعة بجد في منطقة الجمال انا كده خلصت الوصفة اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون الساندويتش اللي انا عملتها عجبتكم ما تنسوش بقى تقولون رأيكم في التعليقات اشتركوا في القناة